تسير تونس نحو الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وسط مشهد سياسي مضطرب ازداد تعقيدا بعد رفض دائرة الاتهام لفراج عن المترشح الثاني لهذا الاستحقاق الانتخاب نبيل القروي ويبقاه بالتالي محروم من القيام بحملة الانتخابية بالشكل الذي يتوفر لمنافسه قيس سعيد واعتبر حزب نبيل القروي قلب تونس أن القرار القضائي لا يخلو من رائحة السياسة واتهم حزب النهضة بالسعي إلى ضرب الحزب بجميع الطرق لأنه يسير نحو تحقيق نجاح اللافتين في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأحد المقبل النهضة ترفض التداول السلمي على السلطة وليست هذه المرة الأولى تاريخها أظلم من اللي بدايت معناها من 2011 جاءوا على عام مفروض انتخابات المجلس تاسيسي يحدد المدة سنة جلسوا ثلاث سنوات لما جاء اعتصام الرحيل وتم تردوم وتشن حركة النهضة حملة شعوا على حزب قلب تونس ورئيسه نبيل القروي وعبرت عن مساندتها للمترشح الآخر للاستحقاق الرئاسي قيس السعيد ولكن نبيل القروي كان واضحا في موقفه من ممارسات النهضة وعبر من سجن إقافه عن رفض حزبه التحالف مع حركة تستعمل حلفائها في الحكم وامتدادها في الدولة العميقة لضرب خصومها السياسيين خارج اللعبة الديمقراطية وخارج إرادة الشعب وتجد الهيئة العليا للانتخابات نفسها في وضع حرج النتيجة التابعات الدستورية والقانونية المرتقبة في صورة بقاء نبيل القروي في السجن ولكن الهيئة تقع تحت واجب الالتزام الدستوري بالمواعيد الانتخابية وقررت إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد الثلاث عشر من أكتوبر وانطلاق الحملة الدعائية الخميس الثلاث من أكتوبر وحملت الجميع بسؤولياتهم فيما قد يحصلوا نتيجة بقاء القروي سجينا أقول هنا وبصورة واضحة الهيئة بذلت ما يكفي من العناية في هذه المسألة لكن التزامنا بتحقيق نتيجة من خلال إنجاز الانتخابات في أجالها وبالأجال الدستورية المنصوص عليها يفرض علينا أن نواصل المسيرة وفي الأثناء تستمر الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية وسط توقعات بفوز حزب قلب تونس بموقع متقدم في النتائج قد يجعل منه الحزب المؤهل لتشكيل الحكومة ولكن هناك خشة كبيرة من تشتت الأصوات نتيجة وفرة المترشحين وخاصة المستقلين لبرنامج هنا الرياض خالد نجاح تونس